سهل نور تهيئة لحضرتك احمد دي بنعمل ايه في الصحراء الحمد لله بنعمل كل خير لبلدنا والشعبنا ويمكن حضرتك كنت تتكلم على سنمية البيئية المتكاملة لزهير الصحراوي للسحل الشمال الغربي ومحافظة مطروح محافظة مطروح انشئت في اغسطس 61 يعني عمرها تقريبا حوالي 60 سنة حتى عام 2013 كان معظم التنمية في محافظة مطروح اللي هي التنمية السياحية اللي هي على الساحل مع بعض مشروعات تنموية بسيطة ما كانش فيها استدامة وبالتالي كان من 2014 شفنا حضرتك التنمية في الساحل الشمالي خصوصا في الجزء الساحلي من مدينة العالمين الجديدة جامعة العالمين محطة الضبع النووية انشاء مواني في غرب مطروح كان مهم جدا يتم استكمالها بالتنمية الزراعية خصوصا ان محافظة مطروح الزراعة فيها ومعظم الشرب لأهلين القاطني الوديان والمناطق السحراوية بيحتمد على مياه الأمطاط وخلينا أقول لحضرتك بمنتهى الأمانة هناك دعم السياسي كبير لقطاع السياسي كبير هو اللي خلانا حاليا دلوقتي في المرحلة الحالية هذا القطاع أصبح قطاع هام جدا قطاع بشكل جزء كبير من الاقتصاد القومي قطاع هو المسؤول عن الأمن الغذائي لو لا الدعم السياسي الكبير من السيد الرئيس لأ كان صوبة الأمور مختلفة إنما بنشكر السيد الرئيس على الدعم لهذا القطاع يمكن كلنا بنلاحظ وكلنا بنشاهد حضرتك والسيد الرئيس تقريبا أسبوعيا يعقد اجتماع مع دولة رئيس الوزراء والسيد وزير الزراعة والسيد وزير الرئي كلها متعلقة بهذا القطاع اللي هو القطاع الزراعة والرئي التنمية البيئية المتكاملة للزهير الصحراء هو معروف إن الساحل الشمال الغاربي بيمتد من غرب مدينة سكندرية حتى مدينة السلوم تقريبا حوالي خمسمائة سيد عشان نعمل تنمية بيئية متكاملة وهنا كلمة تنمية بيئية للزهير الصحراوي بتقسم تقريبا ثلاث مرات ثلاثة زونت المنطقة الأولى من ساحل البحر لعب خمسة كيلو جنوب الطريق الدولي دي كلها منطقة اللي فيها السنمية السياحية وبعض المشروعات وايضا فيها زراعات للتين والزهير دي بتقبل معدلات مطر حوالي مية واربعين ميل يعني مية واربعين ميل يعني حوالي أربعتاشر سنطي عشان السادة المشاهدين وأهلينا يعني حوالي أربعتاشر سنطي في السنطي دي اللي بيزرع عليها من ساحات التين والزهير الصحراوي الزون الثاني والمنطقة الثانية من الخمسة كيلو حتى خمستاشر كيلو جنوب الطريق الدولي في عمق الصحراء ودي هتوبى هذه المنطقة مخطط لها أنها توبى منطقة انتاج مختلط هيوبى فيها زراعات هيوبى فيها انتاج حيواني هيوبى فيها زراعات تين وزاتون وشعير وانتاج حيواني بعد الخمستاشر كيلو جنوب الطريق الدولي هتوبى منطقة مراعي كلها لانتاج الحيواني توجيه السيد الرئيس للحكومة وانه فيه تمويل من السندوق الدولي للسنمية الزراعية للإفاد وخلينا اقول لحضرتك لو لا العلاقات السياسية المتميزة للسيد الرئيس مع المنظمات الدولية سواء كان الإفاد او الفاو او الوكوبي اللي هو برنامج الغزاء العالمي ويمكن مسؤولي هذه المنظمات داروا مصر والتقوا والسيد الرئيس خلال السنوات الماضية وبالتالي هدوا إتاحة ودعم لمصر في هذا القطاع الزراعي وقطاع التنمية المتكاملة في كل المجالات منطقة مارسة مطروح عشان اتسادة المشاهدين احنا تقريبا بنزرع سويا حوالي نصف مليون ثبان شعير مزروعة على الأمطار خلينا اقول لحضرتك احنا اشقعنا العرب اللي معانا في شمال الأفريقيا سواء كان في ليبيا او في تونس او جزائر نعم واحنا ما في دولة في العالم بتزرع وبتمتج على 50 ملي مطر و100 ملي مطر في العالم إلا مصر وهنا الرسالة المهمة جدا ان احنا احتياجاتنا المائية وان احنا من الدول الأكثر جفافا على مستوى العالم ورغم كده احنا بتقنياتنا الحديثة بخبراءنا بأهلينا بتقنيات الحديثة اللي بنستخدمها في الزراعة حتى الـ 50 ملي اللي هي 5 سنطر تنز المطر سنويا احنا بنستغلها وبنعمل عليها زراعات وبنقيم عليها مجتمعات ودي بتحتاج التمويل وبتحتاج تكلفة عالية جدا الصحل الشمالي زي ما قلت لحضرتك فيه نصف مليون كدام بيتم زراعاتها بشي حوالي 50 الف فدام مزروعة سن وزاتون في منطقة الصحل الشمالي مصر الثاني اكبر دولة على مستوى العالم في انتاج السن بفضل هذه المنطقة لان 80% من انتاجنا من السن في مصر بيطلع من منطقة الصحل الشمالي الغربي جمعا الميزة النسبية اللي عندنا ان التروى الحيوانية اللي موجودة عندنا في منطقة الصحل الشمالي هي من الاغنام الجيدة ذات المواصفات الجيدة بالنسبة للحم والنوع البركي عندنا تقريبا حوالي 300 الف راس نتمنى زيادتها